أيضا على حرارة الأطفال اللي هي سخونة الأطفال المهم قوي لما القفل يسخن مباشرة قبل حتى مطروحي للطبيب ان انت تعميله كمادات عشان منسفش السخونية ترفع مع الأطفال ان ممكن تدخلهم لا قدر الله في تشنجات عصبية وده طبعا احنا ما بنحبوش ومش عايزين وابدا نعمل كمادات سلجية على اليدين وعلى الفخزين وعلى الجبهة اليدين والفخزين والجبهة كمادات سلجية لو قدرنا ان احنا ننزل الطفل كاملا في دش ماء بارد ياريت هيبقى كويس جدا لمدة عشر دقائق هنجد النتيجة طيبة جدا في طريقة اخرى بالطب الصيني ولكن اعتقد ان امهاتنا مش هيقدروا يعملوها وهي احنا بنقول اللي بيول اوف اير او اللي هي القطع الاخيرة من الأزن بنعمل فيها خرم بسيط كده بابرة معقمة وننزل مقططين من الدم دي بتنزل الحرارة فعلا ولكن انا عارف ان هيكون صعب على الام ان هي تعملها ومش هيجلها قلب ان هي تعملها فخلينا في الكمدات او في الحمام البارد بحيث ان احنا ننزل الحرارة على قدر الام